السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عاملين ايه شرحينا النهاردة هيكون مميز جدا على استضافة من اكتر الاستضافات المحبوبة وليها شعبية كبيرة حول العالم استضافة هوستجيتور مبدئيا كده هتلاقيني سايبلك لينك في الوصفة اسفل الفيديو خشت من خلال اللينك اللينك ده بيعمل لك خصم كويس على سعر الاستضافة وخلينا نبدأ دلوقتي مع بعض نشوف ازاي هنشتغل الاستضافة واعرفك بالباقات ومميزاتها وكل شيء ان شاء الله يلا بينا بعد الدخول على الموقع من خلال اللينك اللي موجود اسفل الفيديو هندوس جيت ستارتد بعد ما ضغطنا جيت ستارتد فتح لينا الباقات والمقارنة ما بينهم طيب اول باقع عندنا هنا اسمها هاتشيلنج بلان عليها خصم 60% والباقة اللي بعدها بيبي بلان عليها خصم 65% وباقة البزنف بلان عليها خصم 65% تمام اسعار الباقات طبعا للوهلة الاولى تشوفها تلاقيها كويسة جدا جدا يلا بينا نشوف مميزات كل باقة الباقة الاولى عندنا مميزاتها يعني تقدر تشغل عليها موقع واحد بس تقدر تسطب الورد بس بضغط زر واحدة كويب جدا طبعا عندك لوحة باندويتس 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 طبعا دي كويسة جدا يعني الباندويتس معاك ملهاش حدود تمام طبعا اللي هو بيكون الافل ده اللي موجود جنب الدومين الخاص بموقع بتاعك مهمة الافل ده انه زي ما انت شايف كده يقول connection secure يعني الاتصال امن وان الموقع بتاعك امن جدا للمستخدمين ومحركات البحث طبعا ده بدوره بيخلي محركات البحث تصلك فيك وتحاول ان هي تظهرك من ضمن النتائج للمستخدمين تمام طيب وعندنا هنا كمان هدية تتضمن نطاق مجاني الباقة دي طيب الباقة اللي بعدها يعني لما نيجي نبص عليها كده مفيش شيء مختلف غير حاجة واحدة بس unlimited websites ان هي تقدر تشغل عدد غير محدود من الدومينات يعني تقدر تضيف عليها مواقع ودومينات براحتك طبعا الاختلاف كله زي ما هنا شايفين هيكون في الباقة دي الباقة دي بتديلك حاجة اسمها cloud clear ودي هما ضيفينها new بشكل جديد يعني تخلي تحميل الصفحة فتاعتك مراتين ونص اا أقوى وأسنى برضه unlimited websites one click word best installs برضه مفيش حاجة جديدة هنفش علي الجديد بقى اللي هو free upgrade to positive SSL free upgrade to positive SSL free dedicated IP دي طبعا اه كويسة جدا ان انت معك اي بي مخصص ليك بس طبعا ما بتفرقش في الاستضافات اللي هي بتبقى لشيرج لان عادي كده 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 بيبقى فيه امان وخصوصية للموقع بتاعك ما فيش مشكلة خالصة. وعندنا هنا دي طبعا بتساعدك اه في السيرو لو انت مش خبير سيرو بدرجة عالية. وفي ماشي. اه للواحدة الاولى الاسعار متقربة من بعض جدا والمميزات كمان متقربة جدا. طيب اه هناخد حاجة وسط كده نجربها اللي هي البيبي بلان دي. نقول له باي ناو. طيب عندك هنا خيارين بس اول واحد لو انت اه هتسجل دومين من البداية والاخيار التاني لو انت عندك دومين بالفعل. طيب هتسجل دومين من البداية هو كمان بيدي لك الدومين مجانا لمدة سنة. اه انصحك طبعا تستغله وليكن مسلا هنعمل موقع خاص بالاربار عم سميه مثلا مانس نيوز. ونبتدي بقى نبحث نشوف عندنا اي? دوت كوم. يبتدي هنا يتأكد من وجوده. مانس نيوز دوت كوم. موجود اهو عنده. موجود وموجود مجانا كمان. باقي اهو الدومينات المختلفة لو انت عايف تحديد حدا منهم هيكون آآ طبعا عليها تكلفة اضافة. طيب لو انا غيرت دوت كوم دي وعملتها له مثلا. نت. اديه لك اللي هو دوت نت مجانا يعني انت زي ما بتغيره هنا زي ما بتحدده هنا. يعني انت زي ما بتحدده هنا بيدي لك آآ العرض على الدومين اللي انت بحدده هنا. تمام هنرجع زي ما احنا دوت كوم. طبعا دي هنا عندنا اضافة اسمها لو عايز تضيفها هتبقى 15 دولار في السنة. انا مش هضيفها. عندنا هنا بقى قال لك الباكتش بتاعتك زي ما احنا محددين اللي هي البيبي باكتش. وعندك هنا الاشتراكات من اول شهر ل36 شهر. طبعا آآ كل ما بتعلى بعدد الشهور كل ما بتاخد الخصم بتاعك بيكون اعلى. تمام? بيناي. آآ الشهر هيبقى بحوالي 12 دولار. ست شهور ما فرقتش عن شهر برضو ب12 دولار الشهر. 12 شهر هيبقى الشهر بخمسة دولار. آآ بناء على خصم 58 في المية. 36 شهر هيبقى الشهر بتلاتة ونصف دولار. بناء على خصم 64 في المية. وزي ما هو واضح اللي بيبقى مكتوب برا في اسعار الباكات سعر ال36 شهر. طيب تمام? وليكن ال36 شهر. دي المعلومات الخاصة بالآآ اكاونت بتاعك في هستي جيتور. هتكتب قيميلك. وتعمل confirm هنا للايميل. تكتبه تاني يعني. والباسورد. وهتكتب هنا آآ. وهتكتب هنا بين مكون من اربع ارقام. آآ غرضه طبعا لحماية الاكونت الخاص بك. دي حد دلوقتي كل شيء صحيح لو دي معلومات الدفع. هتكتب اسمك. الاسم الثاني. آآ كامباني. ودي طبعا هو بيقولك اختياري. علشان لو ما عندكش آآ كامباني. ما فيش شركة عندك. يبقى خلاص هتصيبها فاضية. رقم تليفونك. عنوانك. العنوان الثاني. وبرضه اختياري. علشان لو ما عندكش عنوان تاني يبقى خلاص. الكانتري بتاعتك. آآ. ولياكم مثلا انا هنا في مصر. هتكتب ايجيبت. والعاصمة او المدينة التابعة للبلد بتاعتك. والمنطقة والرمز البريدي. آآ طبعا انت ما مش عارف الرمز البريدي لاي مكان بتخش على جوجل. عايز الرمز البريدي تكتب اهو المدينة او المنطقة او الدولة. وتكتب بعدها اهو. غير ما هشيكينك. بيطلع لك على طول الرمز البريدي. اهو. تقدر تختار اي رمز من الرمز دي. وهنا بقى ابتدأ يصلف لي آآ كايرو على كل المنطقة والرمز البريدي بتاعها. صحة جدا. ما فيش اي مشكلة. طيب. بعدين هنا بقى معلومات الدفع الخالصة بيك. هتكتب آآ اسمك. اسمك على الكارد طبعا لو انت بتدفع فيزة او موستر كارد. ورقم الفيزة او الموستر كارد والآآ كود الامان اللي بيبقى في ضهر البطاقة. وتاريخ انتهاء البطاقة. ودي حاجة هنا اسمها التاكس اي دي. لو ليك آآ لو ليك آآ اسمه اي دا؟ آآ يعني بطاقة ضربية. وسجل التجاري حاجة دي كده. آآ طبعا تقدر تسابها فاضية. لو سمتها فاضية وما اشتغلتش معاك اكتب رقم البطاقة الهوية بتاعتك. الرقم الكوري يعني. لو عايز تدفع ببي بال هتختصر كل الموضوع ده. وبيقول لك هنا ان احنا هنسألك على معلومات الدفع الخاصة بيك آآ في بي بال في الصفحة القادمة. وبيأكد لك كده يعني بيطنبنك بيقول لك بي بال في سنس آآ 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 يعني بي بال آآ موصوب في من سنة اكتريد اتن. طيب خلاص كده دي هنا اضافات بتبقى مضافة من آآ آآ الموقع. لو انت مش عايزها خلاص. ده هنا كوبون خصمه بيضاف آآ آآ تلقائي معاك. آآ آآ من كبال هست جيتور طبعا احنا في الفترة القادمة بننسك مع هست جيتور آآ آآ ان احنا لو نقدر ان احنا نحصل على خصم اضافي يكون بيدي آآ آآ خصمة اعلى من الخصم اللي بيديه هنا سنابي يعني هنا مثلا لو سنابي بيدي معنا خصمة في الباقة دي اه 250 دولار احنا بنحاول كمان ان احنا عايزين ناخد خصمة اعلى من كده. طبعا اه لو وفقنا في هذه الخطوة هتلاقيني يتعيب لك اه كورون الخصم موجود في الوصفة اسفل الفيديو. اه هكتب لك كود الخصم. وتقدر تستخدمه. وتقدر تستخدمه بدل سنابي. تمام? اه كده خلاص كل شيء يبدو تمام. معاك الدومين بتاعك مجانا لمدة سنة. معاك خصمة على الاستضافة بتاعتك. معاك حاجة اسمها يعني ضمان استرجاع الاموال لمدة 45 يوم. وده اعلى من مختلف الاستضافات التانية اللي بتدي 30 يوم فقط. ومعاك كمان دعم فني اه على مدار اليوم والساعة والسنة. عفوا. تمام? طيب. اه طبعا انت بعد حجز الاستضافة دي لو اه عايز تسترجع اموالك وتلغي الاستضافة بترسلهم وبتقول لهم انا عايز استرجع اموالي بيرجعوا لك اموالك بس بيخصموا كيمة الدومين اللي هو 18 دولار ده. ده ان هو بيكلفهم بس هما بيدهولك مجانة. تمام? بتقوله طبعا اه على الشروط والاحكام اللي بتبقى موجودة في اغلب المراكع. وبعد ما بتدوز بتعمل تشيك اوت ناو ويبقى كل شيء خلص على كده. طبعا انا خلاص هقف عند هنا مش هقدر اكمل اكتر من كده عشان انا مش عايز اخش اه في ان انا ادفع فلوس وانا عندي استضافة بالفعل مش هقدر اكمل اكتر من كده. اتمنى يكون الفيديو النهارده افادك. اه ده كان كل شيء عن استضافة روستي ديتور. ان شاء الله هنحول في الفترة القادمة نعمل فيديوهات منفصلة خاصة بشرح لوحة التحكم في روستي ديتور. وفيديوهات خاصة بانشاء موقع ورد باسم من السفر. تصميم الموقع بقى. وكل الاشياء اللي خاصة بحاجز المواقع. ده كان فيديو بسيط. اه اشوفك في الفيديوهات القادمة. شكرا لك. والسلام عليكم ورحمة الله.